أكيد تبعت مجريات القضية يعني عايزة أعرف من حركة عقيب في البداية يعني إحنا بتقول الاجتماع ما بنعلقش على أحداث فردية بس أعقب يعني هي واقعة بتعكس تماماً الواقع الاجتماعي في المجتمع المصري للأسف والأسف الأقبر أن العلماء الاجتماع مهتمين بالموضوع من أكثر من عشرين سنة واهتمام اهتمام بحثي واهتمام أكاديمي ودراسات منشورة ولم يلتفت لها أحد وصادرة عن أجهزة حكومية مراكز بحثية حكومية ومنها المركز القومي للبحث الاجتماعي والجنائي العنف في المجتمع المصري منذ قبل 2011 فإحنا من جانبنا ما أثرناش يعني إنما إن كان هناك من نوجه إليه التقصير في تحمل المسئولية فهنا متخذ القرار بالدرجة الأولى أو صانع السياسات بالدرجة الأولى أو الانتباه للأمور الاجتماعية أو الأوضاع الاجتماعية بكل تعقيداتها وتركيباتها اللي ما بتستحوزش على انتباه القائمين على الأمر يعني نعرف ونعلم كلنا يعني إن التطورات الأوضاع في مصر من 2011 حتى اليوم كان الزهن المسئول بينتبه أولا للأوضاع السياسية بالدرجة الأولى للأوضاع الاقتصادية بالدرجة الثانية الأوضاع الاجتماعية مهملة تماما الشؤون الاجتماعية في الواقع المصري مهملة تماما وإن كان في جزء من الاهتمام بيستحوز على صانع السياسات أو متخذ القرار فهو الجزء المتعلق بالحماية والرعاية للفقراء والمهمشين وكذا لكن السلوكيات ما فيه شيء اهتمام كل ده ما فيه شيء اهتمام الواقع أنا عندي فرضية بقول فيها إن المجتمع المصري عنيف منذ قبل 2011 الأسباب الأسباب أن تطورات الأوضاع من تقصير في مؤسسات تنشئة اجتماعية من ناحية من عدم موجود برامج موجهة ومستوعبة للسلوكيات وإحنا بنتكلم عن عنف لدى تلميذ مدارس بالدرجة الأولى ما كانش موجود ثم عنف في الشارع بالدرجة الثانية الشارع المصري اليوم هو شارع يتسم بالعنف أيوة لسه كنت بقول أنه أي خناء بتحصل ما بين اتنين في أي شارع في مصر سواء كان في منطقة راقية أو منطقة شعبية بتلاقي الأسلحة انتشرت في الشارع حتى لو مش بأسلحة يا فندم بس فيه قدر من العنف حتى في اللوم الألفاظ دام الألفاظ النبيه بغض النظر عن مستوى التعليم وعن الحياة اللي بتحصل في الواقعة ومستوى المعيشة وخلافه بس الشارع المصري اليوم هو شارع عنيف من الدرجة الأولى في حالة عنف بتوصل لدرجات متطرفة أحيانا لو نسينا نفكر يعني أني بتحصل حالات عنف جماعي في الشارع المصري زي التحرش الجماعي حيو طبع هذا مرينا به ثم تفاعلات أو أحداث صورة يناير اللي دخلت على مجتمع عنيف بطبعه بما فيها من فلات أمني بما فيها لتجرؤ لقطاعات أو فئات من الشعب على الأجهزة التنفيذية وأجهزة ممارسة القوة بشكل شرعي يعني أو الشرطة وخلافه فزاد الطين بلا من قبل 2011 الشارع المصري كان بدأ أو مش بدأ يعني كان فيه ظواهر تستعيد ما كتب عنه نجيب محفوظ في رواياته بالضبط الشارع والحراك رجع ليها ظاهرة الفتوة تاني وحتى اليوم ما زالت هذه الممارسات في الأحياء الشعبية وخلافه موجودة ممارسة الفتوانة وممارسة البلطقة تحت أعين وبصر أجهزة الدولة بما فيها الداخلية موجودة وللأسف الشديد للأسف الشديد عناصر من هؤلاء يعني ليهم علاقات بشكل غير مباشر مع أجهزة الشرطة أو بيستخدموهم كوسطاء للإرشاد عن عناصر أو ممارسات سلبية أو الاستعانا بيهم في جمع معلومات إلى آخرين يعني من مصدر ما يستمدون قوة أو يستمدون حماية طيب ما هو إحنا دلوقتي بنتكلم عن وضع قائم تمام وبنتكلم عن أن العنف انتقل من مثلا الكبار إلى الأطفال أو زي ما بيقول القانون المصري يعني أنا شخصيا عندي اعتراض لكن ده مش موضوعنا النهاردة أنه يكون وفقا لقانون المصري الطفل اللي هو أقل من 18 سنة بيحمل سلاح بيتلفز بألفاظ نابية بيختلق مشاكل ممكن يعمل خناءات في الشارع يضرب بالمطاوي ده إيه؟ ده بكل تأكيد تغير مش بس في مش هنقول بقى الشخصية المصرية المؤدبة واللزيزة وكذا إنما فيه تغيرات طرقت على المجتمع المصري بشكل عام وفيه تغيرات جزء منها يعني هو ما طرق على طبيعة الحياة الاجتماعية في حضرنا المعاصر يعني في أمريكا بنلاقي شكوى من نفس الظاهرة اللي هي البلطجة والشباب والتين اجرز على وجه التحديد يعني اللي هم صغار السن على وجه التحديد سواء في مدارس أو في الأماكن العامة حتى في الشوارع في أوروبا بنلاقي نفس الظاهرة ونفس الشكوى وفي 2013 صادر تقرير مهم جدا عن الستريت فيلنس في أوروبا في تسع دول يعني اللي هو عنف الشارع يعني وممارسات في إيطاليا وفرنسا وخلافه بالأرقام والإحصاءات وكذا يعني ده مالوش علاقة بمستوى المعيشي مستوى الاجتماعي طبعا أحداث الظاهرة بتتنوع كل مجتمع أكيد بتاخد مظاهر ملامح المجتمع اللي هي موجودة فيه بس احنا بنقول في حياتنا المعاصرة في ظاهرة موجودة بتخلي طبيعة الحياة طبعا في أوروبا وأمريكا بدراسات معمولة أكتر على المدن مش على الريف ففي مستلحات طلعة دلوقتي بتشخص الظاهرة على أنها مجتمعات أو مدن غير أمينة بحكم هذه الظواهر غير أمينة على النساء غير أمينة على حتى الأقران غير أمينة إحنا في مجتمعنا ممكن تبقى المعدلات أقل شوية بس هي أقل من دول أخرى بس بكل تأكيد هي أزيد مما كانت عليه في مجتمعنا المصري مجتمعنا المصري ما كانش بيشوف تلميذ بالعنف ده ولا بالأشكال دي من العنف ما كانتش موجودة النهاردة إحنا بنتكلم عن عنف يتجرأ أو أسبابه وهي ضد أخلاقيات الشخصية المصرية اسمح لي أقول لحضرتك أنا مثلا لما أشوف شاب عنده 15-16 سنة حالق شعره حلاقة معينة لابس تيشرت عليه لوجو معين أو شكل معين ماشي بستايل كده معين في اللبس طريقة ألفاظه وكلامه وحركاته واسلوبه شبه مثلا شخصية معينة ده ما بيقولشي أنه الإعلام كمان ليه دور والميديا ليها دور والدراما ليها دور أكبر بكتير من زمان على الأشخاص دول أو على الولاد دول بكل تأكيد لها كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية بداية من الأسرة والتعليم والإعلام وخلافه حتى مراكز الشباب وخلافه كلها مسؤولة وتتحمل جزء من المسؤولية في كل ظواهر العنف النهاردة وحتى لو العنف لا يصل إلى درجة الأذن البدني أنا وحضرتك بمجرد سيرك في حالك في الشارع بتسمعي ألفاظ من شباب ماشي هي ألفاظ مؤسية بالدرجة الأولى على سبيل الدعابة على سبيل الهزارة على سبيل أي شكل من أشكال الاستمتاع بس هي ألفاظ لا يجب أن هي تتسمع من رجل أو امرأة أو فتاة ماشية في الشارع دي ظواهر ما كانتش موجودة عند المصريين فبكل تأكيد المجتمع المصري بيشهد من 95 بداية دراسات الأجراها علماء الاجتماع عن العنف في المجتمع المصري لغاية النهاردة احنا بنتكلم في كم سنة يعني دخلين على خمسة أو ربع قرن بنتكلم عن ربع قرن فيه مناطق في مصر نقدر نقول أن العنف فيها عنف بحكم الطبيعة نظامية مؤسسية زي زمان كنا بنتكلم عن الطارز بنتكلم عن صراع على مراس أرض خلاف بين عائلات إلى آخرين إنما احنا النهاردة بنشوف العنف منتشر انتشار يتجاوز الفئات العمرية انتشار يتجاوز المواقع الجغرافية انتشار يتجاوز حتى النوع يعني في المدارس حتى الفتيات العنف ده ما هو الزكوري بس آه معدلاته ممكن تبقى متفاوتة بدرجة الماء بس بنشوف عنف في مدارس الإناس موجودة اللي هو المدارس البنات فقط ممكن في بعض الأحيان اللي هي موجودة معدلاته وعنفه معدلاته وبتتفاوت حسب المستوى الاجتماعي لو احنا كمان بنشوف في الوقت الأخير إن العنف أصبح لا ينحصر مثلا في فئة الطلبة أو الطالبات أو كذا احنا بتشوفنا آخر حدثة مثلا حدثة الطفلة جنة اللي تعذبت على إيد تتتها يعني الموضوع بقى خطير بس برضو هارجع تاني وقول لحضرتك احنا النهاردة بندور على حلول لو عايزين نحل المشكلة احنا خلاص يعني وضعنا في الأمر ومحتاجين حل لأنه لو وصلنا لمراحل أعلى من كده في العنف احنا ممكن نلاقي الدنيا يعني بقت سلبية أكتر مما هو عليه ده صحيح الحلول في القضايا الاجتماعية ما بتجيش برشتات يعني مش هنقول إجراءات واحد اتنين ثلاثة أو مسكن هتدينا حلول القضايا الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية بحكم طبعتها بتحتاج فترة طويلة من الزمن عشان يعني التدخلات تحدث نتيجة إذا كنا عايزين نعالج أو نتفادى ظواهر من مثل هذا النوع عند أطفالنا بعد عشر سنين لازم نبدأ من النهاردة الأسرة ربي أولادها إزاي تتعود أو تتعلم تحمي أبنائها من اكتساب سلوكيات عنيفة إزاي إزاي تدرب أطفالها إزاي تتجنب الإنخراط في ممارسات من هذا النوع نعم نشوف أولياء أمور هم بينشأوا أبنائهم على إزاي ياخد حقه بالعنف أي وصح فعلا إزاي وهو في المدرسة يدرب جميلك ما يسمحش الحد يمدي إيده عليه وما يسمحش غزة يمدي إيده واقع الحال أن الأسرة النهاردة بتعاني لأنها بتتحمل مسؤوليتين مسؤولية التنشئة داخل المنزل داخل المسكن ومسؤولية تعويض ما كان المفروض أو المفروض تقوم به المدرسة أنه النهاردة نحن بشوف مدارس هي ماش مدارس هو مفيش مدارس يعني محترامي لل لا هو مثلا سن السنوي ده سن السنوي ده هم طالب بيروحوش مدارس الطلب بيروحو سناتر فما فيش مدرسة أصلا عشان يروحوها وفي بعض المحافظات بتبدأ المسألة من تلت أعداد يعني من المرحلة الإعدادية في سنة تلت أعداد ما بيروحوش المدارس ده معناه إيه؟ ده معناه أن الطالب أو التلميذ في السن ده افتقد نظام كان بيعلمه أنه يعمل تحكم في جسده وفي انفعلاته الإنسان ينضبط حتى يعمل كنترول على الجسد وأنه يفضل ملتزم بمكان معين ويتحرك بتوقيتات معينة وحسب إرشادات معينة وخلافه ده ما بقاش موجود وده اللي ما بقاش موجود ده هو اللي بنلمح طبيعة عدم التحكم في الجسد في الشارع الظاهرة بقت معقدة بالدرجة كبيرة جدا غير اكتساب الألفاظ وغير تأسيق يعني اكتساب تقليد شخصيات إعلامية أو سينمائية أو غيرهم في بعض الفترات كانت أصابع الاتهام بتروح لفيلم عمله الفنان أحمد الساقة إبراهيم لبيض ده 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 مين اللي عمله أحمد الساقة وبعدها في فترة بدأت الناس تنشغل بفنان آخر وهكذا سواء اتفقنا أو اختلفنا بس ما فيش دراسات دقيقة اتعاملت تحكم إلى أي مدى هؤلاء الفنانين مؤثرين على سلوك الشباب زي ما زمان خلنا فيه اتهمات لمسرحية عملها عادل إمانية مدرسة المشاغبين سؤولة عن سلوكيات فيه اكتساب لسلوكيات من ده آه فيه بس هل نقدر ندعي أن هي بالتأثير بالدرجة أن هي تنشئ ظواهر بهذا الشكل أشك أنا شخصيا أشك إلا لو فيه دراسة علمية معمولة بتقيس وبترسل تأثير يعني إحنا مثلا لما بنشوف سلوكيات المصريين في الأفراح الأفراح الشعبية إحنا بنلاقيها بالزبط بالزبط زي اللي بيحصل في الأفلام يعني طريقة الغونة أو العكس أو يعني الأفلام وغدة من بالزبط أو العكس أن الأفلام بتاكس الواقع اللي موجود أنا بقول أن ما فيش دراسات اتعاملت علمية رصينة تؤكد أن ده هو العامل المؤثر ما قدرش أحكم إلا لما ده يتم السينما نعكس للواقع آه ممكن السينما بتأثر في الواقع آه برضو ممكن باقتمالين موجودين إنما قدرش أقول بأي درجة أو بأي نوع الواقع الشاهد قدامي إنه ما فيش تعليم ما فيش تربية ما فيش تعليم في شهادات أو امتحنات وخلافه إنه ما فيش تربية وفي بعض الأحيان بنلاقي ممارسات من مدرسين آه الطلبة بيتأثروا بها عدائية بالضبط آه زمان كان فيه تأديب آه باستخدام آه شكل فيه عنيف شوية آه وإن الوزارة تدخلت ومنعت الضربة في المدارس ومنعت كذا في المدارس آه ممكن حتى مع وجود التأديب ده اللي بيمرسوا الأستاذ آه كان بيعمل نوع من التوجيه للتلاميذ فيه قدر من الردعة آه ممكن فيه بعض الأسدزة أو المدارسين ليهم سلوكيات متطرفة شوية آه ممكن بس ما قدرش أجزم إنه كل المدارسين في مصر كانوا عانفين مع التلاميذ بهذا الشكل خلاص اللي هو حكاية منع الضربة في المدارس هل ده قرار كان من نتيجته السلبية إنه إحنا نشوف ظواهر من هذا النوع وارد ترجمة نانسي قنقر